وخلونا نأخذ أول سؤال من الأستاذ أحمد من الإسماعيلية أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاك يا دكتور الحمد لله فضل ونعمة عمبينا كده يديك الصحة والعقية إن شاء الله يا رب إن شاء الله أقول لها حدثك أنا عندي 74 سنة وأعاني من مرض القلب ارتجاع الشمام المترالي ودرس مرتفع وأنينيا ودرس بباسية هني أنزم يا مولانا إن أنا أروح الجامعة عشان أصابق الجماعة طيب أنا دلوقتي هل يلزم فيها وكأن فيه سؤالين السؤال الأولاني إن واجب عليها صلاة الجماعة ولا لا أدي سؤال والسؤال الثاني إن أنا لو ما روحتش أصلي الجماعة هل أخذ الثوب ولا لا السؤالين دول عايز تسألهم ولا لا فيه سؤال تاني لو كنت كان لنت شاتك مبارح على انفذات الريح أه وبعدين أنا عندي مش هو سوسة أو شك أو حاجة ده بقى أدو عشرين سالة عندي وعلى طول انفذات ده على طول سيادة قلت كدي توضع عند كل سالة طب أنا عاوز أرى القرآن عاوز أرى ما سأخر صدي أعمل خلاص ما انت لو توضيت لكل سالة هتفعل كل ما يفعله المتوضع تصلي تصلي الصلاة صلاة الفرد والسنن وتقرأ في القرآن وما فيش حاجة وعلى فكرة قراءة القرآن انت بتقصد مس المصحف لكن قراءة القرآن لا يشترط فيها الوضوء اللي بيشترط فيه الوضوء مس المصحف واضح؟ يعني ممكن اصلي وبعد انفذات على طول التعلى طول عندي شاتك ما أنا بقول لحضرتك ما يمكش بقى اللي خرج بقى سواء اللي هيخرج بقى محا خلاص عنا عندنا سالة سريح هنتوضى ونصلي بقى ومناش دعو بقى بالخرج تاني ييجي بقى معاد الصلاة اللي بعدها زي مثلا خلاص قدن العصر دلوقتي هروح متوضيين للعصر وصلينا العصر ونصلي سنن العصر ونفضل نقرأ القرآن ومسكين المصحف لغاية صلاة المغرب بييجي صلاة المغرب نتوضى للمغرب وهكذا في امتين حضرتك؟ طعم سعيد حضرتك نعم السؤال الاولاني حضرتك قلت لي قال يلزم ان انا اصلي في المسجد لا يلزمك لو كان دهت في مشقة عليك لا يلزمك صلاة المسجد صلاة في المسجد سنة مؤكدة انت كل بتاخد سواب اكثر اذا صليت في الجماعة في المسجد والصلاة في المسجد بتفوق الصلاة في الجماعة بتفوق صلاة الفذ ب27 درجة والمقارنة هنا ما بين صلاة البيت وصلاة البيت وصلاة المسجد وصلاة المسجد انما كمان صلاة المسجد في كل خطوة احدى تحط خطية والاخرى ترفع درجة يبقى السؤال بقى لو انت كنت من اهل المسجد ثم طرق عليك المرض فمنعك ان انت تنزل للمسجد ان شاء الله ربنا يكتب لك السواب الذي كان يكتب لك صحيحا ان شاء الله وهذا من كرمه سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة